الكاف يمنح جائزة التميز إلى ملك المغربي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء منح جائزة التميز لعام 2022 لكل من بولكا جامي رئيس رواندا ومحمد السادس ملك المغربي وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي أن باتريس موتسي برئيس الاتحاد الأفريقي سيمنح الجوائز لرئيس رواندا وملك المغربي على هامش كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي وسيقام كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي بحضور جياني إنفانتي رئيس الفيفا الثلاثاء المقبلي ونوها بيان الكاف أن التكريم سيحظى بحضور رؤساء اللجان التنفيذية داخل الاتحاد القاري بجانب أساطير اللعبة وكان المغرب قد شهد العام الماضي طفرة كروية بعد بلوغ المنتخب الأول نصف نهائي كأس العالم الفان واثنان وعشر في قطر واحتلال المركز الرابع بجانب تتويج منتخب الصالط بلقب كأس القارات والبطولة العربية كما حصد الوداد البيضاوي لقب دوري أبطال أفريقيا فيما توج نهضة بركان بكأس الكنفيدرالية والسوبر القاري وتوج الجيش الملاكي للسيدات بلقب دوري أبطال أفريقيا للأمدية ترجمة نانسي قنقر